إن أنا أخلي الأمر المعروف ونعم ونكر شيء انتقام صاحب المعصيح لازم يزل لازم يهان لازم أنان منه لأن ربنا كلام بقى اللي بيوصل في قلوب الناس لأن ربنا مش قادر يوصل وانا اللي قادر يوصل ويبقى نعمل كده عاوز بالله من الشيطان الرجيم فمشكلة الانتقامية دي تخليك مركز إنك تسترد مش تستمد من الله وتشكر نعمة ربنا يخليك دايما طول الوقت بيتقيم الناس مين اللي أزاك ومين اللي ما أزاكش أنا أعرف ناس لما يبصوا للناس هو ده قدي أزاني وده قدي ما أزانيش لذلك يا أصحاب الانتقامية المقدسة أين أنتم من قولي تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا سيدي ده إذا أنت كنت تظلمت بحق مش اختلاف وجهات النظر يا سيدي خد حقك وكن رحيم وأول الرحمة أن أنت ترحم نفسك من سواد الانتقام وعشان كده تعالوا نساعد بعض على أن احنا نتخلص من هوس الانتقام وسواد الانتقام يا سيدي أرحم نفسك من غير الانتقام أكبر عقاب للي أزاك إنك ما تكافئوش على أن أزيته ليك تغير فيك وتخصم من رحمتك لكن الصحيح لو أنت عايز تتعافى استمر بتعدم عن الانتقام مش أنك تبحث عن سبيل الانتقام ويستمر وجعك ويزيد لا اترك سعيك للازل الانتقام ده توقف توقف عن أنت تكرر على نفسك تذكر ما تذكر الأزا يبقى احنا لازم نتدرب على عدم تذكر الأزا وإيه اللي حاصل ونعتبر أن الأزا ده أزا زمني وانتهى فإيه اللي حاصل لكن ما خليش الأزا ده مستمر هو اللي عمل فيه كل ده وتوله وصلني لهذه النتيجة أبدا أنت في النتيجة دي أنا الناس شايفها الأزا أنت اللي بت ده كثير من الناس هما اللي بيبينوا للناس إزاي هما تأزوا ما حدش واخد باله أنه تأزا والناس شايفين أنه جميل وفي أحسن حالاته الأزا أنا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ويفضل يحكي عن الأزا تاني حاجة ولذلك أنا ما شوفناش رسول الله يعني مثلا ما سمعناش حديثة رسول الله وهو بيحكي اللي حصل مثلا في غزة أوحك واللي بيحكي اللي حاصل له ما قعدش رسول الله السلام رد ده ما حكاش هو مرة أو اثنين وقالي教عد يعلم الناس أن هم ما ينسوا الأزا تاني حاجة اتحرك اتعلم انتج استمر خلي يومك مليان خير وخرج أجمل ما فيك وخرج أجمل ما فيك لما تشتغل في تحسين حياتك وفي تجملها وفي استثمار نعم الله سبحانه وتعالى هتلاقي برد وسلام كده إن ربنا سبحانه وتعالى كان حفظك وكان ملي قلبك بالنور والبركة تالت حاجة بقى لما تحس إن لهيب الانتقام مشتعل في قلبك ومش قادر عليك بالصلاة على حضرتك كتر من الصلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرت النبي قال للصحابي كده أجعل لك صلاة كلها قال إذن وقيت إذن الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل يتزقك بالنعمتين إذن كفيت أمك ووقيت يروح الهم ويحصل لك وقايا وعشان كده لما رشح لك صلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بسميها صلاة الإبراد بقول فيها إيه اللهم صلي صلاة كاملة على من بيده بردت نفسه عبد من عبادك اشتعلت بنار الغضب وابرد نفسه وابرد نفسا من نفوس عبادك اشتهلت بنار الشهوة وابرد نفسا اشتعلت بنار الانتقام فيا من جعلته بابا من أبوابي البرد على قلوب المحترقين أبرد قلبي بالصلاة عليه من ناري ظني وسوء مشاعري يا رب العالمين أكرمنا بذلك على الدوام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا دوما من أهل المحبة ومن أهل برد القلوب واجنبنا يا ربنا نارى الانتقام واجعلنا في أمانك واجعلنا نشعر بأن حياتنا في أمانك في ضمانك في رحمتك في ودك ولا تجري علينا يا ربنا أبدا أن تشعر قلوبنا بنانا الانتقام ترجمة نانسي قنقر